هوبا طولت عليك معلش لا لا خالص كرام خد الزمالك خلاص بطل الدوري يعني خلينا منطقيين اكتر منه احترافين احترافين انه لسه بيراميز ولو النقطة هو ما زالة كراميز بس الزمالك بيستعد للاحتفال الزمالك بطل الدوري السنة دي السنة اللي فائد كان بطل الدوري عادة برضو الزمالك لما بيكسب بطولة بتيجي السنة اللي بعدها ويغبط بينزل شاعة بينزل وده بالمناسبة حصل السنة دي السنة اللي بيكسب بها الزمالك الدوري والكاس دي بداية الزمالك كانت في منتقى السوق رغم انه هو ناهي الموسم الماضي بفوز بالدوري بس تستشعر كده انه الزمالك المراضي بيبني على النجاحات بلعبين نشئين وصفقات بيشتغل عليها بشكل كويس الزمالك اهداف كتير قوي غير الفوز بالدوري السنة دي ولو قارننا الفوز بالدوري السنة دي بسنة 2004 اللي كانت برضو السنة المتتالية اللي فوز الزمالك بالدوري المرد تاني عالتوالي هنلاقي ان فيه اختلافات كتير تخلي جمهور الزمالك يشعر بالتفاؤل شوية في 2004 فرقة الزمالك اللي خدت الدوري بدون هزيمة مشي منها اتنين من اهم قوام الفرقة حسام حسن وبشير التابعي بشير التابعي ساعتها احترف في تركيا وحسام حسن كان طبعا بسبب شوية مناوشات كده مع ساعتها فينجادة المدير الفاني للزمالك الموضوع دلوقتي مختلف تماما ان الزمالك حسم امره من اللعيبة اللي كانت عايزة تغادر النادي او اللي عقدها بتخلص او اللي كانت طلبة مقابل مادي كويس فالزمالك غير المفهوم شوية بتاع ان اللعيب اقوى من نادي او اكبر من نادي وان اللعيب واخد دعم الجمهور تلوقتي دعم الجمهور منصب على فريرة ومنصب على قرارات مجلس الادارة الموفقة في الفترة اللي فات فدي حاجة مختلفة تماما على كل ما هو في مصلحة نادي الزمالك بالضبط دي حاجة مختلفة تماما الحاجة التانية ان الزمالك 2004 بعد الفوز بالدوري فينجادة ماشي الاكيد ان فريرة مكمل مع نادي الزمالك فدي حاجة بتبين انه بفيه استقرار جوه نادي الزمالك للموسم القادم تالت حاجة هو اللعيبة ولاد النادي لان ابن النادي بيفرق كتير جدا عن اللعيب اللي انت جايبه لعيب محترف او اللعيب جايبه من نادي اخر كنجم فالموضوع ده مختلف عن 2004 فاحنا لو جينا قارنا الزمالك فكر جمهوره ودعم جمهوره رايح لمدير الفني ومجلس الادارة ان اللعيبة مفيش لعيبة تحس ان هم يعني مش اكيد مكملين معاك فيه اولاد نادي كتير غير كده كمان ان حالة النادي الاهلي برضو بتفرق جدا في ان الزمالك وسيطرته تفضل مكملة على بطولة الدوري وحتى كمان في حتة افريقيا الاهلي لسه في حالة عدم توازن زي ما جمال تكلم ان لسه مدير الفني اللي هيقود الاهلي الموسم القادم مش معروف الموضوع ده كانش موجود في 2004 لو نفتكر ان جزيه جيه في الموسم او في نص الموسم بتاع الدوري الزمالك قدر يحسنه وفضل مكمل معاه ما بعد كده لغاية السنين العظيمة بتاعة النادي الاهلي ففيش شوية عوامل كده تخلي جمهور الزمالك يتفائل وسيناريو 2003-2004 وعدم استمرار المسيرة بتاعة نادي الزمالك طبعا يعني ممكن يبقى صعب شوية ان هو يتكرر في الموسم ده